مفيش مصامم داخلي ما يعرفش اهمية برنامج 3DS Max في الشغل بتاعه لانه من اهم متطلبات الشغل في مكاتب التصميم الداخلي بالاضافة لان العملة في الوطن العربي بيطلبوا منك الصور اللي معمولة بال3D Max علشان تديك مصداقية اكتر لشغل بتاعك وعشان تقلل نسبة الوقافة الخطأ ده غير شغل الفيجولايزر اللي بيعمل نمزاجة للمشروع على 3D Max وبيشتغل الشغل ده كفريلانسر عشان كده 3D Max واحد من اهم البرامج اللي المصاممين الداخلين بيفضلوها خاصة مع المرونة الشديدة ليه لانه بيقبل العديد من البلوجينز اللي على رأسهم طبعا الفي راي عشان كده انا جاي اشرح لك بصورة عملية ازاي بنعمل نمزاجة سلسية الابعاد للمشروع على 3D Max ونضيف عليها الخامات والاضاءات باستخدام الفي راي ده هيساعدك ان انت تختبر فرضياتك التصميمية وتتأكد من ملأمتها للفراغ الداخلي وفي الاخر تطلع صور بجودة عالية مقربة للواقع تقدر تعرضها على العميل قبل ما يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع وهكون معاك انا محمد ابراهيم في الدورة دي عشان نقل لك خبرتي في التصميم الداخلي وفي استخدام البرامج التصميمية لأكتر من 15 سنة من خلال منصة انجي صوفت التعليمية اكبر منصة تعليمية في مجال البرامج الهندسية في الوطن العربي بخبرة اكتر من 12 سنة خلينا اشرح لك بالزبط اللي هناخده في الكورس وهي اللي هتطلع به بعد حضورك لدورة 3D Max في البداية مهم جدا ان احنا نعرف ازاي هنزبط اعداد البرنامج بالاضافة لان احنا هنشرح واجهة المستخدم وازاي تنسق القوائم الموجودة قدامك على الشاشة عشان تجربة شغل اسهل واسرع بعدها هنبدأ في رسم المجسمات البسيطة زي الكورة او السندوق وهنتعرف مع بعض ازاي انسق الفيو بورس القدامي عشان اقدر اشوف المشروع بصورة احسن وكمان ازاي استخدم ادوات التحريك والدوران والتكبير والتصغير هنتعلم برضو ازاي نعمل نسخ من العناصر باستخدام اوامر زي كلون واري وازاي ننظم الشغل في الملف باستخدام ادوات الاخفاء والازهار والعزل بعد كده هنتعلم ازاي نرسم الاشكال في ثنائية الابعاد ونحاولها الاشكال في ثلاثية الابعاد وهنتعلم النامزاجة باستخدام الموديفيرز وادوات الادتابول بولي ده كده كان الجزء الخاص بالنمزاجة بعد كده هنبتدي نستخدم برنامج الفي راي واول حاجة هناخدها ازاي اقدر اكون لقطات سليمة باستخدام الفي راي كاميرا كمان هنستخدم الفي راي في ان احنا نضيف الاضاءات والخيمات للمشهد عشان المشهد يطلع بصورة واقعية بعد كده هنتعلم ازاي نظبط اعدادات الريندر وازاي نستخدم الفي راي فريم بوفر لعمل تعديلات على الصور اللي احنا خرجناها وبرده ازاي اقدر اعمل ريندر ألمانس عشان استخدمها بعد كده في مرحلة البوست بروداكشن في الفوتوشوب وفي النهاية عشان نتأكد انك استوعبت كل محتيات الدورة هنطبق مع بعض على مشروع لفراغ داخلي بداية من النامزاجة سليسية الابعاد توزيع الاضاءات والخيمات وكمان ازاي نظهر على نمازج جهزة اقدر استخدمها في المشروع لحد ما نخرج مع بعض الصورة النهائية ده كان ملخص اللي انت هتتعلمه معنا في دورة الثري دي ماكس وتقدر تأسط مبلغ الدورة مع تطبيقات تابي او تمارة استغل دلوقتي الفرصة وانقل نفسك لخانة المصمم الداخلي المحترف مستنيكم في اول محاضرة